واجهنا لكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة وفقرة غاية في الأهمية عن دور الشباب في الحفاظ على مكتسبات الثورة الحقيقة المصريين بيحتفلوا اليوم بذكرى الثالثة لثورة 25 يناير المجيدة بالرغم من العمليات الإرهابية الخاسيسة التي يقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولة إفساد هذا الاحتفال ترويع وتخويف المصريين أيضا لا ينسى المصريين أو المصريون الحقيقة دورهم ودور الشباب في هذه الثورة المجيدة والثورة الثانية أيضا وشهداء هذه الثورة ودور شباب حركة تمرد في إحياء هذه الثورة الثانية وكيف وقفوا في وجه الحكم الطاغي لجماعة الإخوان المسلمين الحقيقة دور شباب الثورة وشباب تمرد في ثورة 25 يناير ومحاولتهم للحفاظ على هذه المكتسبات كان دور مؤثر جدا علشان كده يكون معايا النهاردة في الستوديو الأستاذ محب دوس أحد مؤسسي حركة تمرد برحب بيك ونهارك دايما سعيد صحيح الله يخبرك فاندي مالك صحيح الحقيقة عايزة أعرف من حضرتك إزا بيشوف حركة تمرد الوضع الأمني الآن وتكثيف الهجمات الإرهابية من قبل جماعة الإخوان المسلمين محاولة للترويع تخريب ضمار قتل المصريين في هذا اليوم بالتحديد طيب ببدايا أنا قبل ما ردي على موقف الحملة بشكل عام تمرد الكبير الواسع على اللي بتضم الشعب المصري كله أنا عايز أضرب مثل حصل في السينما المصرية وتطبق في الواقع العاملي وهو فيلم الإرهابي فيلم الإرهابي الفنان عد الإمام هذا الفيلم كان بيواجه من الشرطة وكان مطلوب القبض عليه ولكن راح استخبأ في عيلة من خصائصها أنها من التعطاب من الطبقة المتوسطة لا هي فقيلة ولا هي غنية ودائما بتتميز الطبقة المتوسطة دي من أنها بتبقى يعني الطبقة في الناحية الدينية هي السوية والمعتدلة تمام وقابل بعد كده وهي عائلة مسلمة بعد كده قابل صديق مسيحي للعائلة وقعد معاه اكتشف في الآخر أن كل أفكاره كان يدخلط طيب هل الكلام ده تطبق في الواقع العاملي حصل كان فيه ملف الأمن أو الأمن من شكل عام كان هو المتولي ملف الجامعات الإرهابية والتصدي ديها في التسعينات ولكن للأسف الجامعات الإرهابية لسه موجودة غاية دلوقتي هي ضعفت إمتى؟ ضعفت لما هذه الجامعات حاولت ترتدي سوى بالسياسة ودخلت في الحكم فظهر بعد كده كوادر الصورة وطلعوا معهم في المنظرات تلفزيونية مسحهم على الهوى تمام؟ طلطب عليها إيه؟ طلطب عليها أن شعبيتهم انتهت هو ده المطلوب إذا فالمطلوب أنه تكسيف الدور على الجهات الأمنية ده تدمير أو تقوية للجهات الإرهابية يبقى المطلوب أنه الحكومة كلها بشكل عام تقوم بدورها على أكمل ما يكون تحقيق مطالب الصورة بشكل عام هيخلي يمكن عضو الجامعة الإرهابية نفسه يحصلوا نوع من أنواع المواطن السوي نفسه يعني هو نفسه هو نتيجة ظروف قهر وفقر وجهل ومرض جاء له واحد قال له كل الكلام ده حصل نتيجة أن هذا المجتمع كافر فتخليك معانا طب ما هو المواطن اللي هو مقتنع أن المجتمع الكافر ده ما أكلوش ما هو لو لقى مجتمع بيسويه بأخوه الآخر وبيحقق له عدلته الاجتماعية طب ما وضعها يترتب عليها أنه هو يسيب السلاح ويكتشف خطأه زي ما علي عبدالظاهر في فيلم الإرهابي اكتشف برضو خطأه وفي الآخر تاب ده اللي هو المطلوب وبالتالي فأنا عايز أقول أنه زي مثلا لو بنتكلم في قضية فلسطينية أو أسراء عرب الصلوب تمام أنا هكمل كلامي مع حضرتك ولكن معانا على الهاتف ألواء علاء عبدالظاهر مدير إدارة المفرقعات صباح الخير سيادة اللواء صباح الخير إفن الحقيقة بنتكلم على التفجيرات اللي حدثت أمس وأعتقد تفجير هذا اليوم في صباح اليوم أعتقد أمام معهد أمناء الشرطة أو مندوب الشرطة عايزين يعرف إيه اللي حصل بالضبط والله ده البلاغ يعني هو أبو الغيارة كانت مركونا وراء كابينة ثارابة جمعت معهد مندوب الشرطة كانت مرجع للفور عشان تعمل انتظار بسيط عشان تعمل تروع الناس وتخوف الناس الموجودين في المحيط يعني يعني كيف تم التعامل معها سيادة اللي هو إحنا هي مفجرة الحرارة في التعامل معها فحص الأثار ومعرفة الموضوع بتاعها لكن وإحنا أثناء الفحص شكه في وجود عربية كانت فيها جسم غريب سيادة اللي هو الحقيقة يعني سؤال طرح نفسه النهاردة كنا نتكلم حتى قبل الهواء على السيارة اللي انفجرت أمام مدريت أمن القاهرة هذه السيارة كانت فترة التفجير بعد ما ترك السائق السيارة كانت حوالي 30 ثانية كيف تتعامل مع هذه الظاهرة يعني سيارة تركت وفترة التفجير أو على التفجير فترة بسيطة كيف تعامل خبراء المفرقعات مع مثل هذه الأحداث لمحاولة السيطرة على هذه السيارات المفخخة والله السيطرة على السيارات المفخخة دي ما حد شارك تتعامل معها أي حد المفرقعات سلامة لها طيمر أو ديها توكين عن بعض لكن احنا بنحد من الموضوع نفسه بالقامع للعمليات الإرهابية نفسها والتعرف على الجامعات القائمين بيها والأفضل عليهم عشان نمع شكل التفجير اللي هو التفجير المفاجئ اللي يتم بالسيارات اللي هي المنفخوصة الحقيقة عايزة عرف الفرق السيطرة اللي هو ما بين نوعية التفجير ونوعية المتفجرات المستخدمة ما بين بدائية الصنع أو تقنيتها بتكون عالية شوية وبالتحديد الأمبيلة اللي انفجرت النهاردة صباح اليوم لا وحضرتك يعني انت تقصر حضرتك العبوة المفتكرة اللي هي اللي بيبتكرها واحد وبيعملها من حاجات بداية وبيحطها في أي مكان أو عبوات قد تكون مؤاد مصنعة من مصانع أو من هيئات حكومية مش كيلا حضرتك ولا أنا في انت غرفتك يعني أنا عايز أعرف بس يا ساعات بيبقى في عبوات بداية الصنع قد تكون غير مؤسرة أو إصابتها هو اللي انا باللهيب الموجود دلوقت كله بداية الصنع نسب تبتكر اللي هو شرق خداعي بالزبط دور المصريين بقى سيات اللي هو في الفترة اللي هي موجودين فيها اعتقد كم فيه؟ والله حضرتك احنا كنا بلغة عن شمس دلوقتي أنا حالية جميلة جدا من الناس متفاعلة معنا وحسب بالجهد المقصول والناس بتشكر وبتعمل تظاهرة جميلة لكن هو اللي بيأثر علينا في مكان البلاغ يعني أنا عايز أأمنه هو فهو مفروض أنه بيخرج لي من مكان البلاغ قدر الله يكون في عبوة تاني سنوية تأثر عليهم وتسبب فوافات أي حد فهو شكل جميل منهم وإحساس رائع بس هم يبعيدوا ويخرجوا برى الكردون اللي احنا عمليه عشان ما يحصلش أي حاجة تزوروا حد طب تتعاملوا معهم ازاي؟ يعني أنا عارف أن المصريين وفرحتهم والشعب ده لا تكسر إرادته الحقيقة والله هم ناس محترمة وناس بتتفاعل بس عايزة جهدي مننا وإحنا بنبقى في شد الغيارة في مكان البلاغ وأنا عايز ألحق أتابق الوقت إذا بحضرتك كده أشرت في الأول إن الحاجات دي ممكن تنفجر في ثانية وفي أقل من دقيقة بيكون الموضوع انتهى فأنا عايزه يبعد عشان ألحق أتابق الزمن واترق الوقت بالضبط اللي وقع علي عبدالظاهر مدير إدارة المفرقعات بشكر حضرتك عزيزي المداخلة شكرا جزيلا متشاكل جدا أرجع تاني لحضرتك وحوارنا على هذا المشهد اللي بيحاول جماعة الإخوان المسلمين تصويره هل تعتقد أن هذه الجماعة تحاول ثرقة المشهد مرة أخرى وثرقة الحكم أو الثورة أو الاحتفال بهذه الثورة المجيدة هل بيحاولوا يصوروا للعالم الخارجي مشهد غير الموجودة على أرض الواقع ما هو ده شيء طبيعي مش بس صحيح لأن عادة أي نظام بيتم الثورة عليه هو بيحاول دايما أنه يرجع بأي أسلوب بس فيه دايما طعم أسلوب مختلفة يعني نظام مبارك كان بيحاول يرجع عن طريق أنه هو يضع في الحالة الأمنية ويسحب أرصده فيدخل أحمد شفيق في جولة الانتخابات فيدخل إعادة لكن الإخوان حتى لما حاولوا أن هم يرجعوا أسلوب غبي وهو أسلوب العنف تمام وبتالي ده في الأسلوب عمره ما هيرجعهم فده شيء طبيعي ولكن إحنا هنا عايزين نسأل سؤال هل إحنا متطمينين أنه هم مش هيرجعوا وإحنا عايزين نطمن بده وده عمره ما هيالحق فعلا إلا لما كل الكعينات السياسية تبتدي فعلا من الآن تبني نفسها وتثبت قدام الشعب المصري أنه ما فيش فراغ سياسي حصل نتيجة غياب الإخوان المسلمين عن المشهد لأنه كان قبل كده دايما بيتقال أنه النظام مبارك أو الإخوان اللي اتنين قصت بعض كان قبل الثورة كده يعني وبيت الكعينات السياسية إما كعينات ثورية بتهتف في الشارع إما كعينات ضعيفة أو كانتونات مقفولة شقة مقفولة ومش قادرة تخرج خالص والأمن محصرها فالمطلوب كان أنه يظهر كعينات جديدة فهو لازم يظهر بديل الثالث وبديل الرابع وبديل الخامس يوم ما هيظهر خلاص المواطن نفسه مش هيشغل باله أنه هو يتكلم عن الإخوان لأنه خلاص هو لعب أبداية التانية تمام؟ ده المطلوب طب شايفي إزا العرقي اللي بيحاول جماعة الإخوان المسلمين يحطوها في طريق المصريين خريطة الطريق المفروض أنها بتنفذ في القريب العاجل ومشي من خطوة خطوة لكن هما لا يريدوا تحقيق هذه الخريطة أو خريطة طريق بنجاح بيحاولوا بقدر الإمكان أن ما يحققوش أي حاجة أو يسيبونا نحقق أي حاجة شايف داز هو ده بيتم بأكتر من أسلوب يعني هو بيتم كان حتى من قبل تلاتين ستة وفكرة برضو اللي هو ترويع المواطن العادي اللي هو بيوزن المواطن العادي نفسه بيقول له إما أنا أو الفوضى إما أنا أو الإرهاب وما إلى ذلك تمام وأنا هنا عايز أتكلم كمان عن جميع أجنحة جماعات الإخوان ما هوش بس اللي هو بيقال دايما أنه هو جماعة إخوان ده بالعكس ده فيه واحد ممكن يكون عضو جماعة إخوان عمرو محمل سلاحه كان راجل جلبان ده فيه من هو أخطر منه اللي هي مجموعات اللي كان بيتم تجندها تحت يعني أمر الجماعة نفسها بحيث أنه هو يكون مجند تحتها ويتحرك عطوه يطلق كلابه كده تمام يعني مجموعات عاصم عبد الماجد وما إلى ذلك والناس دي كلها الناس دي كانت أصلا بتحتى قبل تأتيتها كانت هي اللي بيطلع التهديدات صريحة وهي العملية حمل التجرد اللي طلعت والناس كلها اللي حكيت عليها ده جماعة الإخوان نفسها كانت حسن الحمل دي مش هيكلية أصدف الشهر وهي نفسها تبرأت من يعني الفريق ده كله ده موجود وده خطر بالمناسبة يعني أنا ضد فكر التصوير إن جماعة الإخوان بس هي اللي موجودة ده فيه فريق كامل هو اللي كان بيتولى ويقوم مع عمليات الإرهاب وكان بيطلع بعد كده جماعة الإخوان بتتبرأ منهم زي ما كان برضه حسن ابنى في الأربعينات كان برضه يعني يتقدر لتخزندار ويطلع هو يقول إحنا بيطلع بيان إن حضد العنف وضد الإرهاب وما إلى ذلك بالضبط هو كان بيقول كده نفس الأسلوب كده وبالتالي فأنا عايز أقول إن أنا بعمل حرب شاملة على الإرهاب وبالنسبة عايز أقول على حاجة إن الحرب الشاملة ديت مش هتم إلا بإعادة سيادتنا على وطننا وبالتالي فلا يبد من إعادة تسليح سيناء بما يتوافق مع سيادتنا وده كان جزء رئيسي من مطالب 25 يونيوه لما رفعنا رائعة الاستقلال الوطني إحنا في عندنا اتفاقية منعنا بنعا باتا إن إحنا نقدر نسأل أنا ريس عايز أقول لحضرتك أنت بكون تسليح سيناء ولكن فيه اتفاقية وفيه بنود لهذه الاتفاقية بالزابط أنا عايز أقول هل هذه البنود مش هقول بقى جائرة أنا فيما هو معنى أهم هل هي هذه البنود أضرت الشعب المصري إذن هي أضرته وبالتالي فمطلوب من الرئيس المنتخب ومجلس الشعب المنتخب القادم عليهم أول عمل يعملوا عليه وهو تعديل بنود في الدستور أو إضافة بنود في الدستور مش تعديل إضافة بنود في الدستور إن على مصر أن تراجع جميع الاتفاقات الموقعة عليها بالذات مع الوضع الأمني اللي إحنا فيه دلوقت ده في الوضع الأمني ده سببه الرئيسي هو ده إحنا كده حطينا إيدينا على السبب الرئيسي اللي مخلينا مش عارفين نأمن نفسنا من الخارج وبالتالي فلو تم تفويد الشعب المصري إنه ينزل من أجل المطالبة بإعادة تسليح سينة بما يتوافق مع سيادتنا وفي نفس الوقت إن الشعب نفسه يعني يروح هناك ويعيد إعمار سينة بمناسبة يعني ده اللي نتمنى أصلا يعني طب عايز عرف حرج التمرد شايفة بقى الأصوات اللي بتتعالى وتنادي بالمصالحة وإدماج الدمج الإخوان في الحياة السياسية والآخر وسؤال كنا بنتكلم عليه قبل الهوى إزاي يعني أنتوا شايفينها إزاي وجمع المصرين جايز شايفة حتة المصالحة دي تبقى إزاي مع هذا الترويع والخراب والضمار والإرهاب تمام إحنا قبل تعسين ستة كنا بنقول إنه لو حصلت مصالحة ما بتحصلش معها كيانات فاسدة أو كيانات إرهابية يعني بعد 11 فبراير الشعب المصري كله رفض التصالح مع الحزب الوطني إنه كان فاسد وبالتالي فإحنا ضد المصالحة مع كيان إرهابي إحنا مع المصالحة المجتمعية وليس المصالحة الوطنية المصالحة الوطنية بتكون مع كيان جوه الوطن الكيان اللي جوه الوطن دوت مدام لوس الوطن بفساد أو باستبداد أو بسرقة أو بقتلة أو 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 إذن فنحن ضد المصالحة معاه ولكن المصالحة المجتمعية مع المواطن العادي اللي كان مثلا منتمي لهذا الكيان يعني أنا هي بفترض أن ليس طبعا كل من كان منتمي اللي حسب الحرية وعادلة كان إرهابي أو مجرم ده كان فيه شباب منهم بالمناسبة أيام حمل التمرض وكانوا منطلع معهم مناظرات على الهواء كانوا بيبقوا شباب أصلا بخايف هو طالع على الهواء الرجل يعني كان ناس غالبة جدا المواطن دوت أنا شخصيا بطرح له سؤال هل أنت مستعد أن تدخل جوه الجماعة الوطنية اللي بتنادي بالاستقرار الوطني والحرية والعدالة الاجتماعية بمعنى أنه يتم الدمجه في حاسية سين؟ إعادة دمجه بس على شرطين أول حاجة أنه هو ما يبقاش حرية وعدالة نمرت اتنين أنه هو تاريخه نفسه كمواطن ما يكونش حمل السلاح بالضبط كان بيعبر عن رأيه وثبت رأيه دوت هذا رأي يعني مناقض للشعب المصري فأنت بتعيد دمجه إما مؤيد أم معارض داخل الخريطة الديمقراطية المصر ده رأيي حرج التمرد لكن أنت شايف المصريين حضرتك أستاذ محب شايفين ده هل نقدر نقنع جمع المصريين بوجهة النظر دي أن يمكن إدماج جماعة أو شخص من جماعة الإخوان في الحياة السياسية على شروط أو على أساسيات سهل أن نقنع المصريين ده كده؟ هو مش سهل بس أنا عايز أقول برضو على حاجة يعني أنا هنا دوري مش أني أقول المواطن عايز يسمعه أنا عايز أقوله المفروض أنه هو يسمعه ليه؟ لأن أنا دلوقتي لو قلت له تعالى ندبح كل اللي انتمع لجماعة الإخوان طب هو يجي لي بعد كده أعضاء طيارات سياسية أخرى وهيجي يسألني يقول لي الله طب أنا إيش ضماني إما أنت ممكن كمان تدبحنا أنا كمان لمجرد اختلفت معايا فأنا عايز أقول للمواطن أن في الأول وفي الآخر المواطن اللي ما حملش ضدك سلاح وما كانش فاسد هو مش عدوك أنت اختلفت معاه وبيتعيد مرة أخرى إعادة تأهيله زي علي عبدالزاهر نموذج علي عبدالزاهر طب خلينا يعرف وجهة نظر تمرض في الفرق ما بين أهداف ثورة 25 يناير وأهداف 30 ستة فيه فرق من الاتنين؟ لا لا إطلاقا بالعكس عايز أقول على حاجة أولا أغلب مؤسسين حمل التمرض هم من صور 25 يناير وما قبل 25 يناير كان شعارنا بصرف النظر عن النظام اللي بيحكمنا هو الثورة على التبعية والفساد والاستبداد اللي هي بديل لها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية الكرامة الوطنية بالمناسبة هي الاستقلال الوطني اللي رفع في تأتيب ستة يعني والترجم بعد كده في صورة مجموعة من الهتفات في مدان التحريف في 18 يوم يعني نظام يا جباني عميل الأمريكان يعني نظام يا عميل صدر غنة الإسرائيل والهتفات دي كلها تمام؟ وبالتالي فالشباب بشكل عام هو نفس كتلة الشباب اللي كانت موجودة من قبل 25 يناير وكانت طليعة ثورية قادة الشعب المصري بعد 25 يناير لما حصل هو بالمناسبة على فكه عايز أقول على حاجة وصول جماعة الإخوان ما كانش خطأ من الثورة ده كان خطأ في أن في نظام أوجد الفقر والجهل والمرض اللي خل المواطن الإخواني اللي بيوزع زيته السكر بيستغل الفقر وبيستغل جهل المواطن لأنه راجل مش متعلم وبيستغل مرضه تمام؟ وبالتالي فالخطأ الرئيسي كان من رواسب نظام قديم الثورة ما كانتش لسه بتحاول برد تبني تنظيمها يعني أحد المفكرين الكبار دكتور عيس ماتسي في الدولة كان ليه جملة مشهورة بيقولك الكوادر السورية قبل التنظيم الثوري والتنظيم الثوري قبل الثورة والثورة قبل الغاية طيب كما يكون فيه تنظيم ثوري زي الزباط الأحرار كده زي جمال عبد الناصر الرجل عمل تنظيم أم بيب ثورة فحمى الثورة ده اللي كان المفروض أنه هو يتعمل لكن ده ما يتعملش فتلطب عليها أن التنظيم اللي كان جاهز بعد الحزب الوطن على طول هو اللي استلم وهو آخر تنظيم الضم بالخمسة وعشرين يناير وأول تنظيم الضائية استفد بالنتائج هعيز أعرف إرادة الشعب كسر الخوف التعبير عن إرادة المصريين بتعتبر حضرتك أو تعتبر حركة تمرد من أهم إنجازات ومكتسبات ثورة خمسة وعشرين يناير وثلاثين ستة عايز أوضح أن حتى كسر إرادة الشعب هو كان لها بدايات يعني من ألفين وخمسة بداية حركة كفاية تطلع اللي هي بالمناسبة حمل التمرد يعني بنت كفاية يعني لأن أغلب مؤسسين حمل التمرد كانوا أعضاء إما في لجنة التنصيقية الكفاية أو أعضاء جوة حركة كفاية نفسها وما زال حتى أغلبهم لسه أعضاء في كفاية يعني ما خرجناش منها يعني وبالتالي في كفاية يرجع ليها الفضل بمجموعة السياسيين والمفكرين والفنانين اللي طلعوا وأعلنوا لا للتمديد لا للتوريس ونزلهم دول كسروا في الأول بداية حاجز الخوف المواطن العادي تكسر عنده حالة الخوف دي وأصبح شيء عادي دلوقتي يعني المواطن العادي اللي خلاص الآن بيععد على الأهوة وهي غير ثقافة بدلا ما يتكلم في ثقافة الكورة بدلا ما يتكلم في ثقافة السياسة ده خلاص مواطن تكسرت عنده حالة الخوف وبدأ يبني حالة جدل اجتماعي مع المواطن العادي عشان يتعلم بقى سياسة ما فيش حد خلاص ولا مكلبشني ولا حتى الكلمة اللي كان بتهرج بها المواطن الزمان مع التأخول اللي هو حاسب العربية جاية منه انظهر والكلام ده كله يعني تقدروا حالة وعي فيه وعي بالسياسة بالضبط ده طبعا دي طبعا مكتسب ولكن مطلوب من الشعب والسلطة اللي فيه مع بعض ان هم يتعاونوا على ان الحالة الثورية دي تفضل موجودة لو الحالة الثورية دي اختفت مع المواطن دوت حيرجع مرة تانية هترجع مصر مرة تانية مع بوركينا فاسوف مؤشر فساد الدولي قبل 25 هنالك نجل كنا كده طب ما هو لو اختفت مرة تانية الحالة الثورية ديت يعني ما هو حيزيع كل حاجة لكن لو فضلت ده معناها ان المواطن والسلطة هيمدوا لحالة الثورية في كل حاجة في ح Hernandez هنا فيه صورة في الاقتصاد وفيه صورة في العلم وصورة في الفن وصورة في التعليم وصورة في الثقافة وما silk أستاذ محبي دوس أحد مؤسسي حركة تمرض أشكر حضرتك شكرا جزيلا وأكيد سيكون لنا العديد والعديد من لقاءة مرة أخرى مشاهدين ما زالت فرحة المصريين مستمرة بالرغم من الأحداث التي يشوفها دلوقتي إرهاب تفجيرات محاولة لترويع المصريين وإثناءهم عن الاحتفال بهذه الثورة المجيدة الحقيقة صورتنا مستمرة مش خايفين من أي حاجة هننزل الشوارع كل سنة وانت طيبين بهذه الثورة فقراتنا مستمرة تابعونا ولكن لعمل قصر